زر تشتركوا في القناة فعز رجال زر تخطوا لايك بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله في الفيديو دوت هنشوف شرح وحل لكتاب المعاصر لصف الاول الاعدادي لترم الاول طبعا ان شاء الله هنبدأ الجزء الاول من صفحة عشرين لصفحة اربعة وثلاثين طبعا عنوان الوحدة اللي هو ماي فاميلي لأسرتي يعني وانا نروح لصفحة الاولى صفحة عشرين اهم الكلمات الاساسية عندي كلمة سبورت سبورت اللي هي الرياضة باند 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 فرقة موسيقية بلانتيري 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 اللي هي التطوعي او عمل تطوعي ريسارش 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 اللي هو بحس نحط قبلها كلمة دو يبقى لما نقول دو ريسارش دياري دياري اللي يا مفكرة يومية درامز درامز اللي هي الطبول توينز 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 اللي ما التوأم الا امتحان موجز او امتحان قصير او اختبار قصير وبرضو معها كلمة دون نحط قبلها كلمة دو انترفيو انترمز اللي هي مقابلة شخصية لي هويا وبرضو باجيب قبلها الفعل اللي دو يبقى بنقول دو هوبي اللي هي لعبة الشطرنج وطبعا ديت لو هجيب معها فعلا يبقى هقول نروح لي الجزء التاني من الكلمات اللي هم أبناء الحفيد أو لهم الحفيدة أو أبناء الحفيد أو الحفيدة اللي هو ابن أو بنت العم أو الخيل طبعا وهو بيكون طفل رضي معنى يتصفح بسرعة اللي هم الوالدين اللي هو لعب قرة قدم فعلا بمعنى يناقش معناها كل من أو كلهما يعني الاتنين طبعا كفعل وكاسم بتيجي بمعنى يعمل أو بتيجي بمعنى آآ عمل والماضي وتصفيف تالي بيحط لها إيدي بأكلمة بمعنى آآ عمل في الماضي بمعنى يصفق نروح لي كلمات اللي هو الدرس التاني عندي كلمة تشولدرنز تشولدرنز هاسبتال هاسبتال اللي هو مستشفى أطفال جلوساري جلوساري قموس أو معجم ميوزيكل ميوزيكل انسترومنز انسترومنز طبعا ده تعبير مهم جدا اللي هو آآلات موسيقية دايما بنقولها ميوزيكل انسترومنز يعني ما نوع ستوري ستوري اللي هي قصة ايج ايج اللي هو عمر أو السن فيفوريت 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 معناها مفضل ديكشنري 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 اللي هو القموس ماتش ماتش اللي هي مباراة توجيزر 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 اللي هي معن أو سوي نروح بعد كده لتصريف الأفعال غير المنتظمة لأفعال شازة عند كلمة write wrote written till told told show showed shown find found found say said said meet 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 win one one drive drove driven throw through thrown hit 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 نروح بعد كده للكلمة والأبزت اللي هي عكسها وطبع ان دي هات مهمة بالنسبة لنا في سؤال الاختيارات عندي كلمة true اللي هي حقيق او صحيح عكسها كلمة false كلمة different اللي هي مختلف مع حرف الجر from عكسها كلمة the same وممكن اجيب معها كلمة as لنفس الشيء او متطابق كلمة first يبقى عكسها كلمة last كلمة finish عكسها كلمة start كلمة show معناها يوضح او يبين عكسها كلمة hide اللي هي يخفي كلمة male عكسها كلمة female اللي هي انسة نروح لتعريفات لأهم الكلمات اللي موجودة في الدرس الاول والتاني عندي كلمة aunt اللي هي طبعا عم او خالة معناها your mother's or father's sister يبقى هي اخت الاب او اخت الام uncle اللي هو your mother's or father's brother اللي هو العم او الخال اللي هو اخو الاب او اخو الام grandfather اللي هو الجد معناها your mother or father's father اللي هو ابو الاب او الام grandmother اللي هي الجدة معناها your mother's or father's mother اللي ام الاب او ام الام عندي كلمة brother اللي هو الاخ معناها your parents son اللي هو ابن الاب او او boy or man with the same او ايه طبعا اللي هي نفس parents as you عندي كلمة sister اللي هي الاخت معناها your parents daughter طبعا اللي هي ابنة الوالدين بالنسبة لك يعني كلمة cousin طبعا اللي هو ابن العم أو الخالة معناها parents اللي هو الوالدين معناها اللي هو father and mother كلمة son اللي هو ابن معناها daughter اللي هي ابنة معناها dad اللي هو طبعا الاب يعني كلمة اخرى يعني بتساوي for father يعني بتساوي كلمة father mom another word for mother يبقى كلمة mom هي هيها كلمة mother نخبنا من التعريف اللي جاي great grand father معناها الجد الاكبر معناها your grand father's father اللي هو ابو جدك طبعا كلمة great grand children برضو نخبنا اللي هو ابناء الحفيد او الحفيدة معناها ازا children اللي هو اطفال of your grand children يعني لما ولاد احفادك كلمة swimming طبعا اللي هي السباحة معناها moving your body through water اللي هي تحريك الجسم عبر المياه كلمة drums طبعا اللي هي الطبول معناها a musical instrument خدنا طبعا musical instrument اللي هي الا موسيقية شو الطار which you hit معناها يضرب او يخبط على with your hands يعني اما بي ايديك or a stick طبعا stick اللي هي العصائر لي to make a noise يعني عشان يعمل صوت كلمة مهمة كلمة twins اللي هم التوأم معناها two children born at the same time يعني اتولدوا في نفس الوقت وطبعا بيكونوا من the same parents نفس الوالدين كلمة او تعبير مهم كلمة voluntary work او voluntary work اللي هو عمل تطوعي معناها work you do الحاجة اللي انت بتعملها او العمل اللي انت بتقوم به without getting money يعني من غير ما تحصل على مال ها مين شاطر يقول لي ممكن احط ايه مكان without getting money ها سمح حد شاطر هو بيقول four three كلمة four three يعني مجاني نكتبها جنبها football match اللي هي مباراة كرة القدم طبعا معناها a game of football chess اللي لابت شاطرانج معناها a board game for two people كلمة band اللي هي فرقة موسيقية معناها a group of people مجموعة من الناس singing سواء بيغنوا or playing طبعا بلاي مع الالات الموسيقية بقى معناها يعزف musical instruments together كلمة together نكتبها اللي هي معا او صويا باسكتبول اللي هي كرة السلة معناها a ball sport for two teams لعب الفريقين of five players كل فريق من خمس لاعبين to play basketball يوسرو بيرموا او بيهدفهم the ball through a نتة من خلال النتة اللي هي الشبكة طبعا نروح بقى لبعض الافعال المرتبطة باسماء معينة عندي الفعل بجيبه مع كلمة اللي هو يقوم بعمل تطوعي او كلمة عموما وممكن كمان مع كلمة عموما او كلمة عموما معهم الفعل بجيبها مع كلمة معناها يذهب للسباح معناها عنده هوية طب نخب بنا بقى ممكن اقول يمارس هوية يبقى هاجيب هنا المعنى يختلف شوي يبقى عنده هوية يبقى طب بيمارس الهواية دي يبقى اسمها معناها يحدث صوت او ضوضاء معناها يستمع الى ممكن اقول موسيقى للمدرس معناها يتفرج على او يشاهد معناها يتفرج على مباراة كرة القدر نروح بعد كده اللي هو نص القراءة ونص الاستماع زي ما قلنا ده بيساعدنا كتير في حل التمرين نشوف في التكست الاولاني بيقول يبقى اللي بيكلم هنا علي يعني عمره 13 سنة الصورة اللي قدامنا ديت بيقول ديت صورة لعلتي يبقى امه اسمها اميرة she is a teacher يبقى هي مدرسة يبقى she works at شطار a school next to her طبعا خدنا كلمة next to معناها بجوار is my dad ممكن نشيل كلمة dad وحط كلمة ايه صح father his name is Adel he is a teacher too نقف عند كلمة too خدنا نكلمة too بمعنى ايضا وبنجيبها فيه اخر الجملة المثبتة صح post my parents الاثنين are teachers at my school يعني الاثنين مدرسين في نفس المدرسة اللي انا فيه they دم الوالدين يعني have one daughter عندهم بنت واحدة she is my sister لمية اسمها ايه لمية and she is nine years old عمره 9 سنوات and they have two sons عندهم ولدين me انا لو شخص بقال بيتكلم يعني and my brother خالد he is eleven عمره 11 سنة our grandmother جدتنا is 64 عمرها 64 سنة and she is called huda she is my mom's mother my mom's father is our grandfather اللي هو جدنا he is called عمر اسمه عمر he is 65 يعني عمره 65 سنة their daughter is called judy she is my mom's sister لأخت أمي يعني aunt she is my aunt my uncle is called marawan he is a doctor شغل دكتور their son is called طارق and he is my cousin ونا طبعا كلمة كلمة كذن هو ابن العم أو ابن الخال it is his birthday today he is three years old يعني عمره ثلاثة سنوات نروح لنص listening في صبحة 23 23 لارا بتقول hi my name is لارا and this is my family وديت عائلتي that's my brother ده أخويا his name is أيمن لينة and حاتم are our parents we have one cousin خديجة her parents are my uncle and aunt their names are عماد and دينا what about you بتقول لنا بقى طب انتم هناك بتوصف الاسرة بتاعتها what's your name يعني ما اسمك نروح لتكست بقى التاني المهم اللي هو نص القراءة التاني an interview كلمة interview خدناها طبعا اللي هي مقابلة أو حوار with twin brothers نحط خط تحت الكلمة دي على بعضها كده كلمة twin brothers اللي هم أخين طوأم meet hasim and hatim they are brothers and they are poor بوس يعني الاتنين كله هما يعني aged 12 تعبير مهم aged 12 يعني الاتنين عمرهم اتناشر سنة they have the same parents نفس الوالدين and the same birthday ونفس عيد الميلاد they are عشان كده بنطلق عليهم لقب twins اللي هما التوأم السؤال الأول بقى الموجه ليهم what are your hobbies يا طرح هوياتكم ايه فحازم بيقول I like sports حب الرياضة I play basketball on mondays طبعا نعرف مع كلمة basketball بنجيب الفعل play وقبل أيام الأسبوع أو قبل أيام الأسبوع هنجيب حرف on فبنقول on mondays and when is days I go swimming مع كلمة swimming بيجيب الفعل ايه go يبقى على بعضها go swimming on tis day and I play football on saturdays طب حاتم بيقول and he watches football matches on tv نحط خط تحت كلمة on tv كلمة on tv معناها في television on saturday evenings he loves football حازم بيقول I love football I don't like football but I like music بيحب الموسيقى I play the drums نحط حتى الخط على بعضها كده كلمة play the drums ليعزف على الطبول and listen to على بعضها listen مرتبطة بكلمة to listen to معناها يستمع الى music الموسيقى حازم بيقول he plays the drums in a band برضو تعبير مهم play the drums مع الالات الموسيقية هنجيب الفعل play معناها يعزف in a band تحت خط معناها في فرقة موسيقية do you have any hobbies that you post like خلنا طبعا قبل كده سنة اللي فاتت ان كلمة any بتيجي في السؤال والجملة المنفية هل عندكم اي هوايات we play chess together تعبير مهم من كلمة together قلنا بمعنى معا او سويا on Saturdays usually wins yes that's true تعبير على بعضه برضو that's true يعني هذا صحيح and on Saturdays we do voluntary work تعبير مهم برضو مع كلمة voluntary work قلنا لو العمل التطوعي بجيب كلمة ايه do what kind of voluntary work طب يا ترى نوع العمل ده ايه pull we help in the children's hospital يعني بنساعد في مستشفى للاطفال طب بنعمل ايه we play games with the children معنا بيلعبوا العب مع الاطفال and read them stories برضو تعبير مهم read them stories معناها يقروا لهم ايه القصص it's great يعني شيء رائع نروح لي listening التاني ده بقى مهم عشان هينفعنا في سؤال الديالوج المحادسة عند الانترفيور بيكلم مع حازم بقول له can i ask you some more questions هنا لما جي اطلب من واحد بقى ان انا اسأله بعض الاسئلة فبقول yes of course على بعضها yes of course او شور او سرتانلي حازم when do you play basketball احنا عارفين طبعا ان كلمة وين بتسأل عن الوقت او الزمن فبقول i play basketball on mondays and when is days and when do you play football تلعب قرأ امتى قال له i play football on saturdays and i watch football matches on tv on saturday evening when do you go swimming حافظنا بقى go مع من swimming صح ليه عشان ديالة منتهية ب i-n-g i go swimming on these days wow you are busy يعني مشغول حاتم when do you play the drums قال له i play the drums on mondays at home برضو هنا مع كلمة هوم بنقول at home يعني في المنزل and i play the drums in a band في فرقة موسيقية on sardes days what do you do on these days and whenes days قال له i listen to music i like pop music طبعا pop music ده نوع من انواع الموسيقى what do you do on saturdays طبعا بتعمل ايه كل يوم سبت قال له i help my mother and i do voluntary work with hazim and on sundays i play chess معناها يلعب شطرنج with hazim or my dad كلمة or معناها او يعني اما ده يا اما ده thank you pause لما نيجي نشكر حدا طبعا هقول له ايه thank you او thanks you are welcome ده الرد طبيعي يبقى يقول له you are welcome نروح بعد كده للنوتس وديه برضو بيتميز الشخص اللي هو بقى فاهم وحافظي الكلمات كويس او لا عندي كلمة بوس معناها كليهما يعني بتدل على حاكتين سواء عاقل او غير عاقل بس هم المهم يكونوا ايه حاكتين اتنين طبعا معناها كل طبعا ديت معناها اكتر من اتنين او الجميع لما نقول where are الى اند اشرف يبقى هنا بكلمة على الاتنين علي ومين واشرف يبقى هنقول يعني الاتنين لهم مين علي واشرف راحوا لايه النادي لاب قلنا كلمة معناها كل او جميع يبقى هنا طالما اكتر من اتنين بقى يبقى هنا استخدم معهم كلمة ايه كلمة يبقى زي all went to the club. يعني راحوا الايه? النادي. طب. تعبوا بعده? بي اللي المقصوبة بها فيربي تو بي. لأم يا ازي ار يا وز يا وير. كولد. كولد هنا بمعنى يسمى او يدعى. لا قد زيس جورل اس كولد رودينا. يبقى هنا معناها تسمى او اسمها. what is your teacher كولد? طب يا طرق اسم مدرسك ايه? طب. كلمة كول وطبعا الماضي منها كلمة كولد. لها معنى تاني بتيجي بمعنى اتصال او يتصل او ينادي على شخص. لو قلت سلما اسكولينج هير فازر ناو. يبقى هنا معناها تتصل بي. تعبير لبعضه كلمة طبعا نعرف ان كلمة بتيجي قبل الايام. خلاص? لو جاية مع اليوم الجامع يعني ساتر دايز اه فراي دايز يبقى معناها افري ليكل. لو قلت ممكن نشيل هنا كلمة اون ساتر دايز ونحط ايبقى افري ساتر داي. ناخد بنا من حاجة ان افري هجيب بعدها اسم ايه? مفرد. يبقى اون ساتر دايز جامعة هي. بتساوي افري بس افري يبقى هجيب اسم مفرد من ساتر دايز يبقى كلمة ساتر داي. هي بلايز فوتبول اون فراي دايز. ها يبقى ممكن نشيل اون فراي دايز ونحط ايه? افري فراي داي. خدنا الفعل بلاي له اكتر من معنى قلنا بلاي بمعنى يلعب بتيجي مع الالعاب اللي فيها كورة او بتتلعب بالكورة. لو قلت وي بلاي جيمز وزد شلدرن. هنا بمعنى هوايات او العاب. ممكن نقول وي بلاي فوتبول. طب بلاي بتيجي مع الالات الموسيقية دايما يبقى هنا معناها ايه? يعزف على. لو قلت اي بلاي زا درامز ان اباند. يبقى هنا بلاي مش معناها يلعب لأ معناها ايه? يعزف. معلومة مهمة بي زي ما قلنا بقى المقصوب بها يعني عمره او سنه بيكون كزا. اللي هي بتساوي بي يعني ام از ار ونحط الرقم بقى سري فور وييرز و او بي ييرز ان ايج. نركز على اول اتنين. لو قلت باسم از ايجد توالف. هي هيها باسم از توالب ييرز او باسم از توالب ييرز ها ان ايج. يبقى ممكن نطلع في تعبير كده ونكتبها في الجزء الفاضي دوت. ان كلمة اولد بتساوي in ايج. تعبير رقم ستة. كلمة the same اللي هي معناها نفس الشيء او نفس الحاجة تماما. بقول they were the same color. يعني لابسي نفس اللون. they are the same age. يعني لهم نفس العمر. نروح لي وحروف الجر التعبيرات وحروف الجر المهمة. عندي ان بيرز معناها فيه سنائيات. يعني كل اتنين مع بعض. معناها ينظر الى. تعبير مهم معناها ينتمي الى او يخص. يبقى الشخص ده يملك الشيء دوت. ويرك هارد. معناها يعمل بجد. طبعا اخذنا كلمة معناها يصفق سقف من اجلي. يصل الى مكان صغير. ان يصل الى مكان كبير. طب انا هاعرف يعني ايه مكان كبير ويعني ايه مكان صغير قاعدة عامة كده. مكان كبير بالنسبة لنا عبارة عن دولة. بلد يعني زي مصر. او مدينة. زي القاهرة مثلا او سكندري. طب غير كده بالنسبة لنا يعتبر مكان ايه صغير. فندق بقى مطار مدرسة. يبقى دية مكان صغير. معناها يكتب عن. يتحدث عن معناها الصورة لي. معناها في التلفزيون او على شاشة التلفزيون. يعني في الراديو او الازع. وهنا برضو قاعدة عامة كلمة بجيبها قبل كلمات كتير زي ريديو تي في انترنت موبايل. بستخدم محرف الجر اون. معناها يساعد فيه. خاص بتاليا مستشفى الاطفال. عندي كلمة معناها هذا صحيح او حقيقي. يعني شيء عظيم. معناها يخبر او يحكي عن معناها فخور بي. مع حرف الجر معناها فخور بي. طبعا نجيب بعدها اسم او فعلي زي اي نجي. كنا خدنا التعبير ده واحنا بنقرأ تيكس. فور نوموني. قلنا معناها فور ثري. يعني بلا مقابل. يعني مجان. اوف كورس معناها نعم بالطبع او بالفعل. نروح لحل التمارين على الدرس الاول والتاني في صفحة سبعة وعشرين. بول زي هاف زي سيم ايج. يعني لهم نفس العمر. والوالدين زي ار. يا طرى دول بيكونوا ولا 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 قابل. طبعا يبقى هنا نحط كلمة اللي هما اه التوأم. اقارب اللي هما سنائي او مزدوج. وكلمة قابل معناها زوجان. يعني نحاول احنا نجد معلومات. على الانترنت. يا طرى دية طبعا يبقى كلمة اللي هو البحث. دياري ان اللي هي مفكرة يومية. اللي هو اختبار قصير وهو اللي هي هوي. this afternoon i will have space for a new job. in an oil company. اللي في شركة بترول. يا طرى كلمة شاور ولا ريسورج ولا انترديو ولا كلمة ميتين. طبعا هنا يبقى هنا هنحط على طول كلمة ان انترديو اللي هي مقابلة شخصية او مقابلة حصول على وظيفة. شاور طبعا اللي هو دوش ورسيرش اللي هو بحس. اللي هو اجتماع عمل. طبعا اجتماع عمل ده اللي يبقى المفروض اللي هو شخص شغال في الشركة او المكان. نعم ده لسه هيحصل على وظيفة. doing something with no money. انت تعمل حاجة دون مقابل. يا طرى باد ولا كلمة ولا نايزي ولا سيلي. طبعا يبقى دياريو كلمة اللي هو عمل تطوع. باد معناها سيء. معناها مزعج. وسيلي معناها سخيف. نمبر فايف. از بيس از اجروب اوف بيبل. مجموعة من الناس هو بلاي ميوزيك توجيزر. بلاي هنا بمعنى تمام شطار يعزف. يا طرى بيرانت ولا باند ولا كلاس ولا كوراس. طبعا يبقى هنا هنحط كلمة على طول. اللي هي فرقة موسيقية. طبعا كلمة كوراس ديت لهم ناس بتغني عنهم هنا يعزف على الالات. دول بنسميهم كلمة ايه? كلمة باند. آآ سؤال اللي بعد كده. بيقول اه اللي هي اخت الاب او اخت الام. طبعا يبقى دي بنسميها كلمة طبعا ديت امتحانات المحافظات السابق. خدنا مع كلمة اللي هو عمل طبعا ينجيب كلمة دو. حد يقول معنا كده يبقى الاجابات كلها غلط. لا خلي بالك. طبعا هي القاعدة السية دو. ممكن تبقى ممكن تبقى في الماضي كلمة على حسب بقى الزمن والفعل. هنا ماهر 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 ما تاخدش دو. لا ماهر تاخد ايه? شطار. مفتاح الجملة دي في كلمة ايه? معناها يضرب. يا طرى ولا ولا طبعا يبقى هنا كلمة على طول. كلمة اللي هم الوالدين. ها يبقى هنا نحط ايه? مام ان داد. كلمة قلنا اللي هي انسة او مؤنس. يبقى عكسها ها شطار كلمة ميل اللي هي مذكر او ذكر. طبعا كلمة ميل اللي هي وجبة وميل اللي هو بريد ومول طبعا اللي هو مول او مبنى تجاري. اللي يرتدي زاز بيس كالر. ها خدنا زا. ها شطار. يبقى زا. سيم كالر. يعني نفس اللون. رقم اتناشر. زا مانجر اللي هو المدير is based the most important problems. problems اللي هي المشكلات. ديوري. كلمة ديوري معناها اثناء او خلال. the meeting لو الاجتماع. بلايد ولا discused ولا called ولا one. طبعا يبقى هنا يناقش او الماضي يناقش هيبقى كلمة discused. my father and mother are space 60 and fifty three. ها يبقى على طول صح. يبقى يكون عمرهم. this big house is based to me. I bought it last year. has ولا 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 طبعا خدنا على بعضها يبقى كلمة to me. يخص او ينتمي الى. is based عمر and احمد or my cousin. الاهم نحدد. ها بكلم عن مين اتنين. اتنين بس عبقى عمر واحمد. يبقى هنحط ايه? بوس على طول. طب لو زودنا اسمي تالت عمر. ali and احمد. لا يبقى كنا هنقول كلمة all. our english teacher is space ايمن. يطر sold ولا told ولا called ولا made. خلاص حفظنا يسمى او يدعى. يبقى is called على طول بمعنى يسمى او يدعى. نروح ليه جزء الجرامل في صفحة تمانية وعشرين بعنوان اللي هي الضمائر. طبعا في عندنا آآ انواع كتيرة من الضمائر اهمها ضمائر الفاعل. ضمائر المفعول. صفات ملكية وضمائر آآ ملكي. طبعا كلنا عارفين ان ضمائر الفاعل اللي هي كلمة اي بمعنى انا. يو انت او انتم. هي هو للعاقل. هي هي للعاقل طبعا المفرد المؤنس. ات هو او هي اللي غير العاقل مع المفرد. وي نحن وي كلمة زي. اهم حاجة بالنسبة لي في الضمائر ديات اعرف ان هي بتيجي في اول الجملة. تحل محل الفاعل. ودايما اجيب بعدها فعل على طول. طب عندي تاني نوع اللي هو ضمائر المفعول. اللي ضمائر المفعول ديت من اي بتبقى مي. يو بتبقى زمائية. هي هتبقى هم. هي هتبقى هير. ات هتبقى ات زمائية. ويتبقى كلمة اس. ذي تبقى كلمة زم. اللي يهمني برضو ان الضمائر ديت بجيبها بعد الفعل. يعني دايما الضمائر ديت بجيبها بعد ايه? الفعل. وممكن اجيب قبلها حرف جر زي تو او كلمة فور. طب ناخد بنا بقى عشان نركز ما بين ضمائر الملكية وصفات الملكية. عندي كلمة دي بنسميها صفات ملكية. صفات الملكية ديت دايما لازم اجيب بعدها اسم. يعني والاسم يور والاسم هز او هير او اتس او اور او زير لازم اجيب بعدهم اسم. بتساوي ضمائر الملكية. اليمين ويورز وهز وهيرز واورز وكلمة زير. بس ناخد بنا ان الضمائر ديت مفيش بعدها اسم. بمعنى ايه? لو قلت ماي بن. يبقى ماي والاسم. ماي بن يبقى بتساوي ماين. يور كلاس. يبقى بتساوي يورز وهكزا. طب نشوف الملاحظات بقى العامة. قال لي الملاحظة الاولى زي ما اتفقنا دلوقتي ان الصفات الملكية زي ماي زي هز زي هير. بجي بعدها دايما الاسم. بتساوي ضمير ملكي. بمعنى. this is ماي بن. يبقى هنا ماي زائد الاسم هات. يبقى الجملة دي بتساوي. this bin is ماين. هنلاحظ ان ماين هنا مفيش بعدها ايه? اسم. طب. it is here bag. يبقى بتساوي it's hers. او the bag is hers. يبقى هير والاسم بتساوي مين? بتساوي hers على طول. ملاحظة بتقول ضمائر الملكية لا يأتي بعدها اسم. خلاص حفظناه. وتحل محل صفة الملكية والاسم. يبقى بنشيل الصفة اللي هي الصفة الملكية والاسم ونحط ايه? ضمير ملكي. نروح ليه اهم الملاحظات بقى على الضمائر عموما. قال لي اول ملاحظة قال لي عندي السؤال عن الملكية كلنا حافظين بستخدم كلمة 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 معناها او ملك مان. ودايما كلمة دي هاجيب بعدها النون اللي هو الاسم. لما نقول يا طرى الشنطة دي بتعمين? هاول it is my bag. حد شاطر اقول لي? ممكن اكتبها بالشكل ده تاني. اه. او this bag is mine. طب. هل بس دي التعبيرات الملكية للصفات وضمائر ملكية بس هي اللي بتعبر عن ملكية? قال لي لأ. قال لي ممكن نستخدم بقى تعبيرات كتيرة. بمعنى ايه? this is my car. دي عربيتي. هي هي this car is mine. طب. تعبير بقى اسمه belong to معناها يخص او ينتمي الى. لو ت this car belongs to me. يبقى تخصني. يبقى معناها ملكي. او i have a car عندي. او هنا معناها يملك. يبقى هنا ممكن نشيل صفات الملكية ونحط تعبيرات زي زي كلمة قال ضمائر الفاعل. خلاص حفظنا ان هي تأتي في اول الجملة. وتحل محل مين? فاعل. وبجيب بعدها الفاعل. لقلت اي بلاي تنس افري ويك. هي ايتس لانش ات سري بي ام. دي ار ماي بارنس. يبقى هنا اي وهي وزي. جايب بعدهم فاعل في التلات ايه جما. المرحزة التانية. قال ضمائر المفعول زي مي وهكزا. تحل محل المفعول. وتتبع الفاعل. يعني ايه تتبع الفاعل? يعني بجيبها بعد الفاعل. او تتبع حرف جر. يعني ممكن اجيب خلاص معها حرف جر. بمعنى. بليز تيل مي اباوت يور فاميلي. هودا از اور جرام ماذر. وي لوف هر سو ماتش. كان يو كم وز مي تو دي سياتر. يبقى هنا جبنا حرف جر اللي هو هناك كلمة ايه? كلمة على طول. نروح بقى للتمارين الخاصة بالجزء دوت. اهم حاجة بنحدد موضع الكلمة او الضمير. هل هو فاعل ولا مفعول ولا ملكي? بول اور بيرانس ار براود اوف سباس. بكوز وي وارك هارد ات سكول. هاي براود اوف يبقى هنا معناه فخور بي. عند حرف الجر اوف هنا يبقى نحط مفعول يبقى نحط كلمة اس على طول. كلاب فور فوتبول يعني سقف لهم. هنا طبعا جاي في اول الجملة. هنا في فلسطف ودي بداية جملة. يبقى انه محتاج ايه? فاعل. يبقى الفاعل هنا كلمة زي على طول. برضو هنا في بداية الجملة يبقى نحط كلمة على طول. ها جاي فعل. يبقى الفعل انا محتاج بعده ايه? صح ضمير مفعول. يبقى هنا نحط كلمة هير على طول. this room belongs to my daughters. ناخد بالنا. الاوضة بتخص دوترز. جاب هنا جم. يبقى it is ها ملكها ولا ملكهم? لا ملكهم. لاننا بتكلم على دوترز. جم. يبقى هنقول it is ها زيرز. طب مين بطل. يخلي كلمة زير دي يتنفع. ها? سهلة. اه. هنعمل ايه? هنحط كلمة روم بعد النقط. صح? لو كمنا هنا بكلمة روم كنت هجيب الاجابة كلمة زير. يعني ارمي الكرة او واحدة في الكرة. two space please. I am waiting. هنجاب لي through two. يبقى هنحط مفعول. يبقى نحط كلمة مي. صحيح. في الاول يبقى انا محتاج ايه? فاعل. يبقى الفاعل هنا كلمة i على طول. give this mobile to. ها طالما جاب لي هنا كلمة give to. يبقى محتاج ايه? مفعول. يبقى هنحط هنا كلمة هم على طول. مفعول من هي? اس باس موبايل is this. ال it's رؤيز. يبقى انا بتكلم على ملكية. يبقى نحط كلمة على طول. خصوان طبعا وجاب بعدها اسم اللي هو كلمة موبايل. this is space computer. he bought it last week. اه هو اشتراه. يبقى ها بتاعه هو او ملكه. يبقى this is his computer. يعني الكمبيوتر بتاعه. حداشر. طارق and i visit space every friday. ما خبالنا بقى? هنا حد قال لي visitها هيت جيب بعدها فعل او هي فعل اجيب بعدها مفعول. لا اركز. هنا جاب لك كلمة. يبقى جاي اسم. يبقى اسم هنا يبقى انا محتاج ملكية او صفة ملكية. يبقى هنحط هنا كلمة على طول ليه عشان بيكلم على الاتنين اللي هو طارق ومين واي. نروح لسؤال التصحيح الكلمة اللي تحتها خط. عندي الجملة اللي بقول this is not our school. مش مدرستنا ديت. it is your. طب الاول عشان تنفع كان مفروض جبت بعدها ايه? اسم. يبقى الصح هنا هقول it is. هم? شطار. يبقى نحط كلمة yours على طول. الجملة اللي بعدها. بقول كان يور جيف مي يور بن بليز. نحن كان. فعلي مساعد يبقى انا محتاج بعضه. فاعلي يبقى كان يو على طول. it is not my camera. ماي is new. طب هل ماي هنا جاي بعدها اسم? لأ. طب عايزة اشيل ماي واجيب حاجة بنفس المعنى بس مفيش بعدها اسم. هم? سامع الاجابة صح. يبقى مين. مين اللي هي ايه? ملكي. او الخاص بي. today is hers per day. طب هيرز او هيرز عشان تنفع. مفيش بعدها اسم المفروض. بس هو جاب لهنا كلمة بيرز داي. يبقى نحط كلمة على طول. يبقى هير بيرز داي. there are three girls and these are them books. احنا بتكلم على three girls. تلاتة يبقى ديت كتبهم. جاب لاسم. يبقى هنحط ها? زير صح. طب هل ينفع اقول زيرز? لا. عشان جاب لاسم هاية. this book belongs for him. حفظنا belongs to. they are hair pegs. دي شونة بتاعتها? they are his. لأ ده ملكاها هي. ها? يبقى نحط ايه? هيرز. طب مين شاطر قولي ليه? هير ما تنفعش? شاطر صح? عشان ما فيش اسم بعدها. ali bought a new camera for hair daughter. ها? علي اشترى لي ها? بنته. يبقى هنا نحط كلمة his daughter. who car is this? عربيت مين? يبقى هنا بس العم ملكية. يبقى who's على طول يبقى who's car. رقم عشرة. all the players in our team like his captain. ها? بتكلم على مين? players. يبقى الكابتن ها? بتاعهم. يبقى على طول. ها? سامح حد شاطر بقول لي زيرز. اللي فاقس ما تنفعش. عشان جاب لي الاسم اللي هو كلمة اجابة صح. نروح لي اه التمارين العامة على الدرس الاول والتاني في صفحة تلاتة وتلاتين. طبعا عندي السؤال الاول اللي هو سؤال آآ اللي هو الاستماع. آآ طبعا عشان نتعامل بشكل كويس مع سؤال الاستماع دوت اولا قبل ما نسمع التكست. مفروض بنقرأ الاسئلة بكل الاجابات بتاعتها. وبعد كده بنسمع ونشوف الاجابة الصحية. نسمع الاول كده اللي بيقول. I like sports. I play basketball on Mondays. It's my favorite sport. I play it with my friends. It's an interesting sport. again نسمعهم برة تانية. I like sports. I play basketball on Mondays. It's my favorite sport. I play it with my friends. It's an interesting sport. نروح بقى للسؤال الاول بعد ما سمعنا نشوف السؤال واجابات. بقول كلمة هوكي. لا يبقى الاجابة اللي احنا سمعناها. basketball. when do you play basketball? طرح بتلعب آآ اللابة دي امتى? طبعا خدنا في النص. يبقى كلمة on Mondays. who do you play it with? بتلعب مع مين? خدنا في قلب النص. يبقى I play with my friends. is basketball an interesting sport? يبقى هنقول yes it is. نروح لسؤال آآ بعد كده سؤال الديالوج برضو عشان نحل السؤال الديالوج دوت بشكل صحيح لازم بنقرأ الديالوج كله الاول على بعضه بعد كده بنبدأ نشوف كل اجابة الوحدة. هنا عمر بقول آآ عمر is asking about his grandfather. بقول له can I ask you some questions? ممكن اسألك بعض الاسئلة. قال له yes is best course. حتى لو انا في الاجابة لازم نستنى ونقرأ الأول what's what's the name of your grandfather اسمي he is space yes sir how space is he he is 50 space space is his hobby he is interested in يعني مهتم بي playing chess do you like chess yes of course I like it نروح لي السؤال الأول بقى well can I ask you some questions yes space course خلاص حفظناها ها يبقى of what is the name of your grandfather he is ها تمام يبقى cold بمعنى يسمى how space is he he is 50 space آه يبقى هنا بالكلم عن العمر يبقى how old he is 50 ها هنحط كلمة years ممكن بقى نزود كلمة old مفيش مشكلة space is his hobby he is interested in يبقى ممكن نقول what يعني ما هي الهواية بتاعته ممكن نقول what is his favorite hobby ولكن انا اكتفي في كلمة what بس نروح لي السؤال اللي بعد كده اللي هو سؤال الاختيارات بقول to a and look like each other طبعا look like يعني يشبه they are يضطر sons ولا twins ولا brothers ولا uncles يبقى نحط هنا كلمة twins اللي هي طوأم سالما play the guitar in a ها هنا يعزف على مسقية يبقى فيه hand ولا bond ولا band ولا match طبعا يبقى كلمة band اللي هي فرق مسقية match مبارا bond اللي هي بركة مياه وهاند طبعا ليه يد my sister is my mother's and father's sister اللي هي اختك بالنسبة للأب والأم تعتبر ايه grandmother ولا daughter ولا aunt ولا mother طبعا يبقى كلمة daughter اللي هي بنتهم i don't know this word مش عارف الكلمة دي i will look it up look up يعني يبحث عنها in a dictionary ولا basket ولا vase ولا van طبعا يبقى هنا كلمة دكشنري اللي هي القمص we played a space match and we scored mini goals طبعا ما قال لي scored mini goals يحرز اهداف يا طرف التنس ولا swimming ولا diving ولا football لا يبقى هنا في الفوتبول يا قرأة القدم may help us in a children's hospital for three يعني مجانا she likes space work طبعا يبقى voluntary ولا school ولا easy ولا writing طبعا يبقى نسميها voluntary work اللي هو العمل التطوع the children of your grand children اللي هو ما اطفال احفادك are your ها قلنا طبعا يبقى great grand children little salma معنا سلمة اللي هي الصغيرة يعني is playing with space mother ها play with is وقبل هنا الاسم يبقى نحط كلمة hair mother we are having dinner with space friends we يبقى مع اصدقائنا يبقى نحط كلمة our friends that is omar's book it's ها ملكه 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 يبقى كلمة his على طول او his book شوف سؤال التصحية the girls are going to the park with their friends هانا بالكلمة على الجور للسجام يبقى هنحط كلمة ها زير اللي بعدها this what belongs to طبعا قلنا belong to اجيب بعدها مفعول من mine يبقى كلمة me my wife is called sal uh sama يبقى هنا is called بمعنى تسمى او تدعم what pencil is this it is الازز يبقى هنا بتكلمة على ملكية يبقى هنحط كلمة who's على طول طبعا البراجراف بعنوان your family آآ ان شاء الله هنلاقي البراجراف آآ فكرته موجودة في الرابط اسفل آآ الفيديو ان شاء الله انتظرونا ان شاء الله في الفيديو القادم وشرح الدرس التالت وي الرابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر